طيب يا سيدة احنا فرصة مهمة جدا ان احنا نتكلم بشكل واضح على ان احنا وبنتكلم على الصفات دي على الست عناصر اللي احنا تكلمنا عنهم سواء نماط الشخصية او نماط التزوج او المقصد من الزواج او الكلام حتى على مسألة الكفاءة ثم الكلام كذلك عن نمط التدين وكل الكلام اللي احنا نقول مقصد من الزواج كل الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا مش لازم نتطابق لكن لازم نعرف عشان لما بنعرف نقدر نتقارب لكن طول ما احنا ما عارفين بيحصل فيه مشكلات و احنا مش هاشوفين ايه سببها احنا مش عارف ايه سبب ان انا لما بكلمه بيزهق او انا لما بكلم بسرعة 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 و على بعض هو مش قادر يسمعني او اوة كانت مشكلة لان هو بيحب يسمع الجملة و بعدين يفكر فيها و بعدين يرجع يواصل تاني او ان انا عايزة يتكلم كتير zay ما انا بكلم كتير او ان انا حاسة ان انا هو ليه بيتمرد علي كده أو ممارس عليه دور الأم هو مش عايزه هو راجل مستقل وعايزك تبقي أنت بطل أو عايزك تبقي صديق ونزالك كل ده اللي بيتسبب بعد كده في مشاكل من الاحتواء البديل للزوج أو للزوج أو خارج الأسرة يعني تخيلوا عدم معرفتنا بدأ ممكن يوصلنا إلى قد إيمن المشكلات فنزالك الست عناصر دولة ولا إن السمات القلبية السمات القلبية لما واحد يكون حاسس إن هو بيتعامل مع واحد كإنه بيتعامل مع وحش ما عندوش مشاعر لو إحنا بنعرف ده قبل كده بنقعد نتكلم مع بعض ونقول إنت هجواك حاجة كويسة إنت ليه بتتعامل كده ونتفق من الأول خالص إن إحنا عايزين نتخلص من عايز الصفات ومحدش ييجي يقول لحد وهو في فترة خطوبة هو ده طبعي ويبني على كده التبع بتتغير فبلاش الطريقة دي آه بتاخد وقت إن هي تتغير لكن تتغير وإحنا لو عرفنا ده واشتغلنا عليه قبل الجواز هيكون كويس جدا جدا وإحنا نقدم استشارات في هذا بشكل واضح